السلام عليكم اذا كاترا ازايكم كل سنة وامتوا طيبين النهاردة مع بعض ان شاء الله في بداية الاندوكراينولوجي هنتكلم على البيتس من الليتس البيتس من الليتس ده اول مواضيع الاندوكراينولوجي ومن اهم المواضيع في الاسئلة تهم سواء شافوي سواء MSQ سواء ريتن تمام هنتكلم على البيتس في الحصه الاولى هناخد ايه ديبيتس مالليتس ايه هو مرض الضيبيتس ماللييتس مالليتس او مرض البولي السكري او الداي السكري من العربي وهنتكلم على انواع البيتس وهنتكلم على اخترار ابس الفيسيولوجي بتاع كل نوع وهنتكلم على انواع خاصة من المبيتس من ايه العيان الاندوكراينولوجي او ايه غير عاملوجوجي 1986 يجب environmentally漂亮 وبالتاقط على شابة الله عمل텐erved عاكل العيان ايه و ازاي نشخصه و اتحاليل المفترض نطلبها عشان اشخص المريض كسكر و اشخص نوع السكر وتابع العيان هي دي محاضرات النهاردة في الديابيتس نبدأ الاول بالديابيتس مليتس كاديفينيشن يعني ايه اصلا كلمة يعني ايه كلمة اصلا ديابيتس مليتس كلمة ديابيتس مليتس اجماعة او تقام الضيابيتس مليتس ده كديفينيشن تقام ده مهم او تبقوا عارفين يعني ايه كلمة ديابيتس مليتس الديفنيشن بالنسبة لها دكاترة هو عبارة عن كلينيكال سندروم هي حالة مرضية كلينيكال سندروم كاركترايز دي بقيت كلينيكال سندروم دي كاركترايز دي باي تلات حاجات تمام؟ أول حاجة كرونيك هايبرجليسيميا بيبقى زيادة مستوى السكر في الدم فده بنسميه وبتبقى بصورة مزمنة فده بنسميه كرونيك هايبرجليسيميا السكر بيعلى قاول في الدم حاجة تانية تمام؟ ده بيؤدي الى خلل بيعمل بيبوز الميتابوليزم بتاع ايه؟ بتاع كل حاجة بتاكله بتاع الكاربوهيدريتز تمام؟ بتاع البروتينز بتاع الليبيتز بتاع الإلكترولايت بيبقى فيه مشاكل في الميتابوليزم كله نتيجة لزيادة مستوى السكر في الدم وزيادة مستوى السكر في الدم هيبتدي يأثر على السمول بلد فيزلز ويعمل حاجة اسمها مايكروانجيوباسي تانم؟ مايكروانجيوباسي يعني بيحصل سمول فيزل ديسيز او بيبقى فيه أسروسكيليروسيز تصلب في الشرايين او ديء في الشرايين تانم؟ السمول فيزلز عشان كده سميناها مايكروانجيوباسي فيه ماكرو لو حصل تأصل للارج بلد فيزلز تانم؟ لكن المايكرو السمول بلد فيزلز تانم السمول بلد فيزلز دي موجودة فين؟ موجودة في الريتنا وموجودة في الكيدني تحديدا في الجولومريولاين بتاعت الكيدني تانم؟ دول أكتر حاجتين وموجودة كمان في النيرفز تانم؟ فجماعة حالة الضيبيتس ميليتس دي حالة مراضية او دي كلينيكال سندروم تلات حاجات هايبرجليسيميك ستيت تانم؟ ديستوربت ميتابوليزم الكل الفود كومبوننتس سواء كربويدريت او بروتين او ليبد بلاس كمان بيبقى فيه مايكروانجيوباسي يعني بيبقى فيه تأصر السمول بلد فيزلز اللي موجودة في الريتنا فبنسميه ضيابيتك ريتيناباسي موجود في الكيدني فبنسميه ضيابيتك نيفراباسي وضيابيتك نيوراباسي لو حصل تأصر للبلد فيزلز الخاصة بالأعصاب تمام؟ اللي اسمعها الفازانيرفوزة سمول بلد فيزلز كده بتغزي منها تب ده كله ليه؟ تام؟ ده كله ديوتو تام؟ أبسليوت تام؟ أو ريلاتيف إنسولين ديفيشنسي يعني ده كله سببه تام؟ حصل تام؟ ديكريس في الإنسولين سواء الدكريس دي إنسولين ده سواء كان أبسليوت يعني مفيش خالص إنسولين زي نوع السكر الأول أو طيب 1 ديابيتس أو ريلاتيف اللي هو نقص بس بس موجود بس قل شوي ده بيحصل في الطيب 2 ديابيتس يبقى أول حاجة هنأخذها في المحاضرة تعريف الديابيتس وده مهم قاعد بنسعب عليه في الشافة وكتير يعني إيه؟ إيه الكلينيكال ديفينيشن بتاع الديابيتس من ديابيتس طيب قبل ما أخش في أنواع الديابيتس لازم أبقى فهم كلمتين في سيولوجي كبه المفترض تام؟ الكاربوهيدريت ميتابوليزمي الكاربوهيدريت ميتابوليزم يا جماعة عن إيه؟ يعني الأكل اللي أنت بتاكله كاربوهيدريت تام؟ زي مثلا الرز الماكارونا العيش السكريات كلها دي كلها أمثلة للكاربوهيدريت الكاربوهيدريت دي بتتحول تام؟ في الجسم البشري أو ميتابولايزد لجولوكوز تام؟ بتتحول لجولوكوز فأنت أول ما بتاكل تام؟ يعني once you ingest الفود أول ما بتاكل الكاربوهيدريت يبتدي مستوى السكر يزيد في الدم يبتدي بجولوكوز تام؟ يزيد جدا في الدم الجولوكوز يزيد تمام؟ أول ما بتاكل الجولوكوز بيعلى في الدم حلوة قوي طب لما الجولوكوز يعلى إيه اللي هيحصل؟ البنكرياس يبتدي يستجيب طبعا انتو عارفين ان البنكرياس ده تام؟ كان بيتكون من أربع أجزاء الهيد وبعدين النك وبعدين البادي والتيل البادي والتيل ده مليان خلايا كتير قوي تام؟ البادي والتيل ده بالذات مليان خلايا الخلايا الحمراء دي تام؟ وخلايا جنبها كده لونها صفر تام؟ دول اسمها islet cell of longerhands اسمها islet cell of longerhands islet cells of longerhands دي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن مجموعة من الخلايا بتفرز هورمونات دايركت في الدم endocrinal من غير إيه؟ تعرفين ان البنكرياس dual organ double organ ليه وليه اندوكراينا البورشن اكسوكراينا اللي هو بيزق الانزيمات الهاضمة تعم في القنوات او في القناة في البنكريات بدكتور والبنكريات بدكتور بتتحد مع الفون بايل دكتور وبتتزق في الديودينوم عشان تهضم الاكل لكن في جزء اللي يفرق معها في الاندوكراينارجي اللي هو دي جزئين زي ما خدته قبل كده تعم اللي يفرقه معنا يعني تعم هم اربع انواع من الخلايا بس احنا يفرق معنا البيتا سيلز اللي هي بتمثل حوالي 60% او 65% من الايلدس اوفرانجرهانز ودي بتطلع الانسولين تمام والالفا سيلز اللي بتطلع الجلوكاغون تمام اللي بتطلع الجلوكاغون فانا اول ما اكل تمام الجلوكوس بيزيد اللي يحصل الايلدس اوفرانجرهانز دي تقوم طلعها انسولين كتير قوي يحصل زيادة في الانسولين يعني مع الاكل تعم الجلوكوز يعلى في الدم الانسولين يطلع طب لما الانسولين يطلع هو الانسولين ده الاكشن بتاعه بيشتغل ازاي الانسولين اولا تعم مهم جدا لانه بيزود الجلوكوز ابتيك باي المسلز المسلز عشان تشتغل محتاجة طاقة بتحصل على الطاقة ازاي عن طريق الجلوكوز الجلوكوز بيخش جواه جوا العضلات او جوا الخلايا عشان ده يحصل لازم يبقى في انسولين الانسولين هو اللي بيدخل الجلوكوز جوا الخلايا يبقى بيزود الجلوكوز ابتيك باي المسلز ادي اول حاجة حلوة اوه بيزود كمان تام البروتين تام بلد اوب او بيزود البروتين سينسس بيزود تصنيع البروتين في الخلايا لانه بيدخل مع الجلوكوز امانو اس Theresa جوا الخلايا وفيزود 기زود كمان اللي بتسنس LuBit Storage ويقلل تكسيرها وبيقلل restoration البريك داون بتاع الاديبوستيشو او بتاع تقام الدهون بيقلل تكسرها ولما بتتكسر الدهون بيطلع منها حاجة اسمها free fatty acid فهو بيقلل free fatty acid فهو الخلاصة هو انابوليك هرمون هو انابوليك هرمون هو هرمون بناء بيبني لانه وبيزود الابتاك تحديدا العضلات بيزود تصنيع البروتين بيزود تصنيع الليبد وبيقلل تكسير الدهون هو دا وظيفة الانسولين فهو يزود انسولين هيحصل خلل في الجلوكوز ميتابوليزم الجلوكوز هيزيد اوه في الدم ولما بيبتدي يزيد اوه في الدم يؤدي الى تم يؤثر على الميتابوليزم كله ويبتدي يعمل المايكرو فيزل افكشن او بنسميه المايكرو انجيو بيزم فهي الفكرة كلها جماعا ان انت لما بتاكل الجلوكوز بيزيد الانسولين يطلع يدخل الجلوكوز جوه الخلايا حلوه طيب هل البلاك جولوكوز دا ليه ريجيوليشن طبعا دا فيه كيميكا ريجيوليشن للبلغ جولوكوز يعني البلاك جولوكوز تاعم دا ريجيوليتد عن طريق تاعم مجموعة من الهرمونات تاعم دا بنسميه الكيميكا ريجيوليشن اوف البلاك جولوكوز البلاك جولوكوز دا تاعم لما يزيد تاعم إيه اللي هيحصل ولما يقل إيه اللي هيحصل فهو دا بنسميه الريجيوليشن بتاع البلاك جولوكوز تاعم لو البلاك جولوكوز تاعم زاد تاعم إيه اللي هيطلع طبعا عشان يدخله جوه الخلاوي قال له الانسولين يبقى تلاقي الانسولين هنا بيزيد طب لو البلاك جولوكوز قل زي مثلا في الفاستينج ستات احنا دخلين على ايام مفترجة دخلين على شهر رمضان الكريم اهو بنتقى فاستنج في خلال هذا الشهر الكريم وقت الفاستنج ستيت أثناء الصيام البلاد جولوكوس بيبقى قليل جداً في الدم ومع ذلك سكرنا ما بينزلش ليه بقى؟ لأن فيه هرمونزي كاونتا ريديولاتر أنه لما البلاد جولوكوس يقل هي هتبتدي تزوده زي إيه بقى؟ زي الكورتيزول وزي السايروكسين وزي الجروس هرمون وزي الجلوكاجون دي كلها هرمونات بتزود طبعاً مستوى السكر في الدم فهو البلاد جولوكوس نورمالي سواء لما يزيد الإنسولين بيطلع من البيتا سيلز أو سواء لما يقل بيطلع كاونتا ريديولاتي الهرمون زي اسمهم الكورتيزول والسايروكسين والجروس هرمون والجلوكاجون دول بيطلعوا لما البلاد جولوكوس يقل بشكل كبير طب كويس او الكلام ده عايزين ناخد كمان معلومة برضو في البيزيكس كده قبل ما اخد أنواع السكر أو عايزين نعرف عملية اسمها عملية الجلايكو جي نوليسيز يعني ايه جلايكو جي نوليسيز اصلا وانظام العملية دي العملية دي الانسولين ده الجلوكوز الزائد عن الجسم بيقوم الانسولين حدفع الكابت مدخله خلايا الكابت يعني الانسولين المفترض الانسولين بيعمل ايه؟ من ضمن الاكشنز بتاعته انه هو بيزود الابتيك الجلوكوز بالليبر سيلز بيدخل خلايا الكابت جلوكوز وكمان بيدخل امينو اسيدز يعني الامينو اسيدز كمان بتخش الليفر وبتتحول لجلوكوز الجلوكوز ده بيخزن في صورة السكر المخزن في الجسم بيتخزن في الكابت في صورة جلايكو جي نوليسيز عملية التصنيع دي بتتم عن طريق الانسولين ان الانسولين بيزود بيزود عملية تصنيع يعني بيخلي الجلوكوز والاحماض الامنية تخش الكابت وتتحول لجلايكوشن تحول او تتخزن في صورة الجلايكوشن الفكرة كلها في اكشن او في هرمون عكسه في هرمون عكسه اسمه الجلوكاجون الجلوكاجون ده عكس الانسولين تمام؟ ده بيزيد لما السكر يعلى في الدم لكن الجلوكاجون بيزيد لما السكر يقل في الدم فهو هدفه ان هو يزود مستوى السكر في الدم بيعمل ايه بقى؟ بيعمل جلايكو جي نوليسيز يعني انا دلوقتي في فاستنج ستيت تقام؟ ان سكري قليل جدا فيبتدي بجلوكاجون ده يطلع من الفا سيلز لما يطلع من الفا سيلز يزود تكسير الجلايكوجين تقام؟ او تحليل الجلايكوجين ويطلع طبعا منه بلاك جلوكوز الحاجة التانية بيزود عملية بتحصل في الكبت برضو اسمها جلوكو نيوجينيسيز بيزود عملية تصنيع الجلوكوز جوه تقام؟ الكبت وده بيطم عن طريق تقام؟ فيلزمني ان انتو تعرفوا عملية الجلايكوجينوليسيز اللي بيزودها هو الجلوكاجون الانسولين بيعمل جلايكوجينيسيز بيصنع لكن اللي بيكسر الجلايكوجين هو الجلوكاجون والجلوكاجون بيزود عملية تانية اسمها جلوكو نيوجينيسيز يبقى كنا بنتكلم في الاول على الضيابيتس انه عبارة عن تلينيكال سندروم بهايبرجليسيميك استيت و ميتابوليزم ومايكروانجيوباسي ديوتو أبسيليوت أو ريلاتف انسولين ديفيشنسي تعال ناخد الطايبس بتاعت الضيابيتس انواع الضيابيتس هادة كثرة يعني انا لما اتكلم على انواع الضيابيتس ده سؤال مشهور اول وهنأكد عليه وبيجي منه اسئلة ريتن على فكرة انيوميرات الطايبس أوف ضيابيتس اول نوع اسمه نوع الاول فيه ثلاث انواع كده رئيسية وده غالبا بيبقى عنده ابسيليوت ديفيشنسي جسمه مفهوش انسولين خالص ده هو النوع الاول للسكر الطايب تو النوع الثاني بيبقى عنده عنده انسولين بس مش كتير بس موجود الطايب تو عيان الطايب تو ديفيشنسي بس مش مكافيه لكن الطايب اول ما عندهش اصل طيب ثالث نوع اسمه وده بيحصل في الحمل ستة ما كانتش عندها سكر حملت اتشخاصت من الاسبوع الاربعة وعشرين للاسبوع تانية وعشرين انها سكرها عالي ده كده اسمه لانها ما كانش عندها سكر قبل الحمل كويس ايه وهناخد كلمتين عليه فيه انواع اخرى others بقى او فيه other types او بيسموه other specific types يعني فيه طايب 1 وطايب 2 وجيستيشنل فيه انواع اخرى انواع اخرى متخصصة شوان هناخد نوعين في اخر محاضرة النهاردة هنتكلم عليهم بيحبوا يسألوا فيهم نوع اسمه مودي ونوع اسمه لاده هناخد يعني ايه مودي ويعني ايه لاده تمام طايب فيه دول نوعين وراثيين على فكرة تمام فيهم او مودي ده جينيتيك واللاذه ده هنعرف ان هو ايه اوتو ايمين طيب ثالث حاجة لو فيه مشكلة البانكرياس البانكرياس نفسه بواز تعم البانكرياس لو بواز هيحصل طبعا ضيابيتس ما هو البيتاسلزة هضبوز ده بيحصل في ايه؟ في حالات التهابات البانكرياس المزمنة تعم اللي هو كرونيك بانكريا تايتس وهناخد ان شاء الله في ال جي اي تي الموضوع الكرونيك بانكريا تايتس ده كومون في الالكوهوليكس الناس اللي بيشربوا تعم الكوهول كتير ده اشهر سبب تمام؟ وبيبقى كومبليكيتد عيان الكرونيك بانكريا تايتس ده غالبا بعد كده بيحصل له دايابيتس حاجة تانية مرض وراسي اوتوزومة ريسيسيف مش موجود في مصر موجود في منطقة اوروبا الشرقية اسمه السيستيك فايبروز السيستيك فايبروز ده مرض وراسي برضه بيأثر على البانكرياس وبيبقى معاه دايابيتس بيبواز البيتاسلز يبقى امراض البانكرياس عمومة كويس قوي فيه تام اذر تايبس تام ذي مثلا بعض جينيتك تام بعض جينيتك تام تام اللي هو من اشهرهم طبعا الداون سندروم اللي هو ترايوزومي واحد وعشرين اللي هو الكروموزوم رقم واحد وعشرين تام فيه تلات نسخ منه تام وده مش طبيعي طبيعي ان كل كروموزوم يبقى فيه منه نسختين بس الداون سندروم ده تبدو بالتفصيل في الاطفال واطفال الداون عادة بيبقى معهم دايابيتس حاجة التانية حاجة اسمها كلينفيلتر كلينفيلتر طبعا سندروم ده اللي هو بيبقى عنده اكس زيادة اللي هو سبعة واربعين اكس اكس وعي تمام بيبقى ميل ذكر وبيبقى عنده اكس زيادة وده برضه بيبقى معاه دايابيتس كويس قوي فيه اذر تايبس ريليتد للدراجز يعني فيه ادوية مشهورة جدا وكنا بنشوفها كتير جدا ايام الكورونا حديثا من كم سنة في عز الكورونا الدكتور بعض الدكاترا يبطبه مثلا استيرويد كحلاج رئيسي في حالات الكورونا السيفير او المودرت يفضل ماشى العيان على استيرويد لفترة طويلة جدا لفترة طويلة يفضل ماشى عليه شهرين ثلاثة فيخش بعدها في ساكندري دايابيتس ده الاستيرويد الاورال كونتراسيبتف بلز حبوب منع الحمل برضه بتعمل سكر الانترفيرون ده من احد الانتي فيرال اللي كانت زماني بتستخدم في علاج هباطايتس سي زي ما نعرف برضه في الجي اي تي ده برضه بيعمل دايابيتس طيب الاثر اللي انا عايز اقولها ان احنا لقينا في سؤال كده انا بأكد عليه دايما اسمه اندوكراينالكوزوس هوب دايابيتس اندوكراينالكوزوس هوب دايابيتس يعني في امراض غضة صماء اخرى بتعمل دايابيتس هناخدها كل موضوع هنشرحه او هنقوله هناخده بعد كده في اوانه في وقته وهنعرف ليه بيحصل مع سكر اول حاجة زيادة الكورتيزول اللي بنسميه الكوشنج يبقى رقم واحد الكوشنج سندرون الكوشنج سندرون دي انا اخدها بالتفصيل ان شاء الله وده بيبقى في زيادة في الكورتيزول في الدم والكورتيزول لما بيزيد بيحفز تصنيع جولوكوس في الكبد وبيحفز الجليكو جينوليسيس في السكر الحاجة الثانية زيادة تام الالدوستيروم ده بيبقى غالبا ناتج من ورن بيحصل في السوبرارينا الجلاند وده بنسميه كونز سندروم وبرضه هنفضه بالتفصيل ده برضه بيعمل سك يبقى زيادة الكورتيزول وزيادة الالدوستيروم زيادة التيسري والتيفور اللي هو الثايروكسين وده بنسميه سايروتوكسيكوزيس تام السايروتوكسيكوزيس زيادة الادرينالين والنور ادرينالين تام وده بيحصل لما بيبقى في ورم في الادرينال ميضالة وده بنسميه فيو كروموسايتومه فيو كروموسايتومه فيو كروموسايتومه تام ده بيبقى معاه ضيابيتس كروموسايتومه تطيبها سماتستستاتين سماتستاتين ده بيطلع من خلايا اسمها ديسلز من ضمن الـ يبقى فيو ورم في الديسلز ده بيسميه سماتستاتينومه بيبقى ورم موجود في الديسلز وبيبقى معه ضيابيتس بيبقى فيو ورم في الخلايا اللي اسمها الالفا سيلزو اللي بتطلع على الجلوكا جون وده بنسميه جلوكا جونوما يبقى دول يا جماعة الاندوكراينال ده سؤال لواحده يجي سؤال انيوميريت وده اعتبر كله اسمه ساكندر ديابيتس اللي فده كله يا جماعة يعني احنا قلنا طايب وان وطايب تو وجستيشنال وانواع اخرى الانواع الاخرى دي كلها تعتبر ساكندر يعني ساكندر الى اندوكراينال دي ساكندر الى دراجز ساكندر الى جينيتك دي ساكندر الى دي سيزوف زبانكرياس المودي والذي اعتبروا انواع منقصر انواع ايه الواحده هندرسها وهنتكلم عليها في اخر المحاضر طيب يا جماعة انا كده اول حاجة تكلمت على الديفينيشن تاني حاجة طايبس والطايبس دي بتيجي في الامتحان بيجي سؤال منها مشهور قوي انيوميريت اندوكراينال خوزول ديابيتس انا بسأل في الشافوي السؤال ده كتير قوي ايه اسباب تقام الاندوكراينال خوز او ايه هي الاندوكراينال خوز بتاعت الديابيتس فلازم تبقى عارفها كويس تمام ودي ابرز الامثلة تقام عليه زيادة الكورتيزول الكوشينج زيادة الالدوستيرون الكونز زيادة التي سري والتي فور زيادة الادرينانيل تي كروموس هيتوموس زيادة الجروس هرمون كمان زيادة الجروس هرمون اللي بنسميه الأكروميجالي وناخده برضو ان شاء الله بالتفصيل وليه حالة كلينيكل تقام زيادة السوماتوستاتين زيادة الجلوكاجون سوماتوستاتينوما وجلوكاجونوما كويس حلوة اوي بقى احنا كده اتكلمنا على تقام الانواع عايز اتكلم بقى على انواع خاصة انا اول حاجة تقام هتكلم على انا عندي نوعين متخصصين عايزين نفهمهم كويس ونفهم البصو فيسيولوجي بتاعه الطيب 1 ديابيتس ده يمثل تقريبا 20 في المهم الحالات من حالات السكر طيب 2 تقام على مستوى العامة طيب 2 ديابيتس يمثل 80 في المهم الحالات يعني معظم الحالات اللي هتقابلها في حياتك تقام هتبقى طيب 2 بس طيب 1 موجود وبنشوفه كتير طبع طيب الطيب 1 ديابيتس ده احنا عايزين نفهم البصو فيسيولوجي يعني حصل ازاي الطيب 1 ديابيتس احنا قلنا ان النوع ده النوع اللي ما فيهوش انسولين خالص جسمه الجتة فاضية من الانسولين الجتة ما فيهاش انسولين تمام الطيب 1 ديابيتس ده تقام التفسير او البصو فيسيولوجي الرئيسي بتاعه كلمة واحدة اوتو اميونيتي ان فيه اوتو اميون ديستراكشن تمام اوف البيتاسيلز البيتاسيلز دي فيه اجسام مضادة تمام جوه الجسم بتهاجمها وبتكسرها وانس يحصل تكسير لتمانين في المية لتسعين في المية من البيتاسيلز تمام السكر بيبتدي اعلى جدا والعيان يتشخص دياجنوز داس ديابيتس من البيتاس ويتشخص ان هو عنده سكر تمام يبقى الطيب 1 ديابيتس ده يا جماعة السكر النوع الاول ده البصو فيسيولوجي الرئيسي بتاعه اوتو اميونيتي ان فيه اوتو اميون ديستراكشن للبيتاسيلز فيه تكسير مناعي للبيتاسيلز او الائلتسوف لانجرهان وانس يحصل تكسير لتمانين لتسعين في المية من الخلايا يبتدي العيان سكره يعلى ويتشخص ان هو عنده سكر تمام طيب طبعا التكسير ده بيحصل بسرع جدا فعادة العيان بيتشخص اقل من 35 سنة طيب العيان بيتشخص اقل من 30 او اقل من 35 سنة بتشخص وصغية طيب طبعا العيان ده جماعة ما بيبقاش عنده انسولين خالص طيب نهائي طب يا بشا لو ما عندوش انسولين ايه اللي هيحصل لو ما عندوش انسولين تمام باختصار شديد جدا الابتك تمام بتاع الليبر هيزيد هيبتدي في جلوكوز تقل الجلوكاجون يزيد ثم الانسولين لما يقلب جلوكاجون يعلى على فوق فالعيان ده ما عندوش انسولين فيبتدي الجلوكاجون يعلى جدا ولما الجلوكاجون يعلى يعمل ايه يزود تصنيع الكبد للجلوكوز يزود السكر اللي طالع من الكبد عن طريق تكسير الجلوكوجين وعن طريق تصنيع جلوكوز اللي هم العمليتين اللي قلتهم لكم اللي هو الجلوكوجينوليسيس والجلوكونيوجينيس تصنيع جلوكوز وتكسير الجلوكوز اللي بيطلع منه جلوكوز طيب فده هيزود السكر في الدم جدا حاجة التانية الابتك بيقل تمام الابتك او الجلوكوز مش عارف يخش جوا الخلايا الخلايا مش عارفة تشقط الجلوكوز من الدم لان مفيش انسولين فالعيان ده حلو الوحيد انسولين يعني انسولين is a must الراجل ده عشان يتحسن لازم ياخد انسولين مفيش كلام ملوش اي ادوية تانية خالص تمام ده عيان هياخد انسولين لان جسمه مفيش انسولين والتفسير autoimmune destruction بناء على ده او بناء على الباسوفيسيولوجي ده تمام اقدر اقول ان السبب الرئيسي بتاع طايب وان ديابيتس احط عليها تمام مليون علامة كده ومليون خط هو autoimmunity تمام بس لقوا ان ده بيحصل تمام بحلس ده ومعينة يعني في عامل وراسي تمام لقينا ان في عامل وراسي العامل الوراثي او الجين الباعز في طايب وان ديابيتس تمام غالبا بيبقى في الكروموزوم رقم ستة تمام ولقوا ان الناس دي الناس العرضة اكتر لطايب وان ديابيتس تمام جيني تي كالي بيبقوا عندهم هلا دي ارث ري وهلا دي ارثور ايه الهالة ده بقى؟ الهالة ده جماعة انتجن موجود على كرات الدم البيضاء تمام؟ الهالة ده انتجن موجود على كرات الدم البيضاء وعن طريق تحديد نوع الهالة بنقدر نحدد نوع أو نعرف غراسيا تمام؟ العيان ده عرضة للطايب 1 ولا لا فلاقوا ان الناس اللي عندهم هالة دي ارثري وهالة دي ارثري وهالة دي ارثري وهالة دي ارثور دول بيبقوا عرضة جدا للطايب 1 ضيابيتس ودي انواع من تهم؟ انتجن موجودة على كرات الدم البيضاء وموجودة على خلايا كثير بس يمين اللي بتبقى مين اللي على الوائد بلوت سيلزم؟ ده المسكيو يعني العيان بيبقى مستعد جينيا يعني او عنده استعداد وراسي يبقى او عنده او التفسير الرئيسي مناعي بس لازم يبقى عنده استعداد وراسي تهام ولازم في حاجة انفيرومنتل يعني لازم كمان في حاجة تهيج المناعة او تحفز المناعة وتنشط المناعة عشان تهاجم الايه البيتا سيلز ابرز الانفيرومنتل فاكتور يعني هو العيان كده كده بيبقى جينيتيكا لمستعدة عنده هلا دي ارث ريو هلا دي ارثو وعنده اوتو انتيبوتس في جسمه هنعرفها دلوقت عنده اجسام مضادة في جسمه تمام الاجسام المضادة في جسمه دي تمام في حاجة هتحفزها دي عوامل بيئية انفيرومنتل تمام هتحفزها عشان تبتدي تهاجم الخلاة وتقصر ابرزها شوية كيميكالز ادوية فيروسات ايسانول اي مادة كيميائية اي فيروس اتعرض له تمام ده بيحفز المناعة ويكسر الخلاة اسرع ويبتدي لعاني يحصل له ضيابيتس ابرز الاوتو انتيبوتس اللي احنا نبقى عارفينها يعني ابرز الاوتو انتيبوتس اللي موجودة عندنا في الطايب 1 حاجة اساسية اسمها الانتيجاد اللي هو جولوتاميك اسد دي كاربوكسل ده انزاين جوه البيتاسيلز الاوتو انتيبوتس بتبقى موجهة اجينيست الانزيم ده وبتكسره وبالتالي بتكسر او بتقلل الانسولين ريليس في عاجة اسمها اي لت سيل اوتو انتيبوتس او اي سي اي اوتو انتيبوتس تمام يبقى في الانتيجاد ده مشهور جدا والاي سي اي ودول غالبا بيبقوا موجودين في 80 ل90 في المئة من حالة الطايب 1 ضيابيتس لدرجة ان احنا بنشخص طايب 1 ضيابيتس لما بنلاقي الايه الاوتو انتيبوتس دي بنطلب تحاليل اوتو انتيبوتس في الدم لو لقناها بنشخص اننا عنده طايب 1 ضيابيتس طيب تعال نشوف الطايب 2 بقى طايب 2 يا جماعة الباسوفيسيولوجي الرئيسي في كلمتين العيان ده بيبقى عنده بيتا سيل ديس فونكشن يعني بيبقى عنده مشكلة في البيتا سيل سيل مش شغالة كما يجب بتطلع انسولين بس مش شغالة يعني كما هو متوقع منه تمام ضعيفة شوية بتطلع انسولين بس مش كتير زائد تمام تمام انسولين ريزيستنس مواجهة معها الانسولين ده تمام لي ريسيبتورز موجودة تمام على جميع خلايا الجسم تمام معادة طبعا السين نس سين نس ده بيستخدم الجلوكوز من غير انسولين تمام يعني خلايا بتستخدم الجلوكوز او بتعمل قطيك للجلوكوز من الدم من غير ايه من غير مساعدة الانسولين فالانسولين ده ليه ريسيبتورز موجودة في خلاك جسمه كله تمام الانسولين بيقوم جاي ركب على الريسيبتور بتاعه ويبتدي الجلوكوز يدخل جوه الخلية تمام عشان يطلع منه طاقة طب يعني ايه انسولين ريسيبتورز يعني مقاومة عند الريسيبتورز يعني من الاخر الانسولين موجود وفي ريسيبتورز بس ما بيمسكوش في بعض تمام هو دي فكرة الانسولين ريسيبتورز يبقى يا جماعة اللي هو بيصموها مقاومة الانسولين هنا المين باسه فيسيولوجي اوتو ايميون ده اهم حاجة صحيح في استعداد وراسي وفي عوامل بيقية بتحفز المناعة بس ده اهم حاجة ده هو السبب الرئيسي لكن الطائب تو هم حاجتين مع بعض هو بيتا سيل ديس فونشن وانسولين ريسيستنس تو فاكتورز تمام لازم يبقى عند العيان عنده مقاومة انسولين يعني مقاومة للمستقبلات الانسولين او عند مستقبلات الانسولين حاجة التانية البيتا سيل مش شغلة او فيها خلالة تمام طيب في معلومة او في مفهوم كده تمام عند بعض الديكاترا عايزين نصحها الانسولين ريسيستنس تمام والبيتا سيل ديس فونشن اللي اثنين بيحصلوا من الاول يعني في ناس فاكرة ان العيان بيبقى عنده مقاومة انسولين وبعد كده البيتا سيل بطبوز لا البيتا سيل بطبوز تمام من الاول اصلا او هي بايزة من الاول تمام مع انسولين ريسيستنس يجيلو طيب تو تمام فهمتو حاجة يعني قصد اقول ان اللي اثنين دول مش مرتبطين ببعض تمام البيتا سيل ديس فونشن ده بيحصل من الاول من الاول قاس بدري جدا تمام مش بيحصل زي ما الناس معتقطة بعد الانسولين ريسيستنس يبقى هما مش مرتبطين ببعض يعني الناس فاكرة ان العيان بيقعد بقى زي ما نشوف دلوقتي تمام ايه هي الاتيولوجي بتاع الطيب تو او ليه بيحصل الطيب تو لما السببين دول ان العيان تقام بيبقى عنده مقاومة انسولين تقام نتيجة طبعا العادات الغذائية واللايف ستايل الباد لايف ستايل بتاعه وبعد كده مقاومة الانسولين دي تبتدي طبوز طبوز تقام او تزيد 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 لغاية لما البيتا سيل طبوز المفهوم ده خاطئ تقام هو عنده انسولين رزيستنس بس البيتا سيل بايزا من الاول بتحصل بيري اللي يعني البيتا سيل دي تقام بتحصل اللي مش مرتبطة بالانسولين رزيستنس وده اللي اكتشفنا بعد كده ان اصلا المريض الطيب تو عنده خلل جينيتك وراسي في البيتا سيل تمام تعال تعال نشوف بقى الاتيولوجي الاتيولوجي بتاعتها جماعي او سبب الطايب تو وتأثير الانسولن رزيستنس على ليه انسولن رزيستنس دي بتعمل طايب تو بصوا ده كده الاتيولوجي اول حاجة حاجة اسمها ديابيتوجينيك لايف سلايل ديابيتوجينيك لايف سلايل يعني لايف سلايل يؤدي لظهور طايب تو ديابيتس طبوز ذي benz Tiere bizim são they have to play by the atheist طبوز الهول ديابيتوجينيك لايفسلايل ما هو ده اللي بيؤدي للإنسولن رزيستنس ان انه انت عايش غلصّد اكسسف كالوري انتك بتاكن فاست فود كدير سيدنتري لايف ما بتتحركش اسموكر اوبيز تقام عندك سيمنا هو ده الديبيتوجينيك لايف ستايل الديبيتوجينيك لايف ستايل ده يعمل انسون رزيستنس او يزود الانسون رزيستنس طبعا كل ما تزبط اللايف ستايل الانسون رزيستنس ده بتقل وبتتحسن يعني المريض الطيب تو ممكن يخف من الطيب تو اه كيف حالك بتخف لو زبط اكله وزبط اللايف ستايل بتاعه وكان مثلا بنزله خمستاشر عشرين كيلو وكان مثلا مية وتلاتين كيلو وصل تسعين كيلو ده بتحصل كتير وشفنا كتير وطبعنا حالك كتير في القصة دي طيب الحاجة التانية جينيك جينيك ده في الطيب تو بيبقى اكتشفوا بعد كده ريسنتي بقى تمام ان في جينات في الطيب تو دايبيتس الناس اللي عندهم طيب تو دايبيتس عندهم خلل جيني في البيتاسل وخلل جيني في الانسون رزيستنس يعني دي في عوامل جينية برضه تمام فهو عيان عنده استعداد وراسي مع دايبيتو جينيك لايف ستايل يجيلو طيب تو دايبيتس على طول ايه هي الجينيات المتهمة في الطيب تو مش معروفة لحد دلوقتي يعني احنا ما نعرفش انهي جيني بالضبط او لسه ما اكتشفوش الجينيات المسؤولة عن طيب تو بس هم اكتشفوا الكروموزوم الكروموزوم رقم 11 يعني انا كروموزوم 6 لكن انا كروموزوم 11 الكروموزوم 11 هو اللي عليه الجينات او هو اللي فيه الجينيك ديفكتر بس ايه الجين بقى بالظبط ما نعرفش ده جدعانيك كنتوا بقى تشطروا وعرفونا بالظبط ايه جينات المسؤولة عن الطيب 2 ديابيتس يبقى احنا كده جماعة اتكلمنا على الباسوفيسيولوجي بتاع الطيب 1 والاتيولوجي بتاعه وسببه ايه بناء على فهمنا للطيب 1 تمام الطيب 2 وعرفنا برضه قصة البيتا سيلدس فانهمة 2 فاكتورز البيتا سيلدس فانكشن والإنفون رزيستنس وعرفنا الاتيولوجي طيب عايزاني بحاجه واحد مره سألني قال لي يا دكتور هو الانسولين رزيستنس دي تعمل ايه الانسولين رزيستنس ببساطة يعني الانسولين مش عارف كير كابسول ريسيبتور هو موجود اه بس ملوش لازمه بزايد في الدم اوانطا تمام يعني بتلاقي العيان عنده انسولين في الدم بس اوانطا ملوش ايه يقيم يعني الانسولين رزيستنس دي برضه هيبقى في دي كريز الابتك الابتك بيبقى قليل جدا بالمسلز الخلاه مش عارفة تشقطه الجلوكوزم الدم عشان فيه رزيستنس الانسول مش عارف يمسك في الريسيبتور فبالتالي الجلوكوز ما يخشش كمان بيبقى في زيادة في الليبيد بريك داون بيبقى في زيادة بتكسير طبعا الجسم مش عارف او خلاك جسم مش عارفة تحصل على الجلوكوز فتبتدى تقصر في الفاتس لولايبولايسيز تمام والليبولايسيز ده بينتج عنه فريفاتي اسد تمام طيب ودي مش حاجه حلو اتدخل عنه فهو حاجه اسمه كيتوزيز لان حرق حرق او تكسير دهون بينتج عنه فريفة اسد اه تام وبينتج عنه طاقة اه بس بينتج عنه حاجه اسمه اكسام كيتونية او كيتون بوضس الكيتون بوضس دي حمضية جدا وتبتدى تأثر على الجسم كله تعمل اسيدوزيز او تعمل حموضة جديدة في الدم وتبتدى تأثر على المخ على القلب بلا 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 بتأثر على حاجات كثيرة دي نقطة فالانسولين رزيستن ده مش حلو ده كمان لما الانسولين يبقى فيه انسولين رزيستنس هيبتدي اللي يحصل تمام البنكاسي قم طلع جلوكاجون تمام هو الانسولين قل هو ما قال مش هو موجود بس مش شغال مش عارف يركب في الريسيبت فلما الجلوكاجون يزيد يبتدي يحصل زيادة في خروج السكر من الكابت عن طريق العمليتين اللي هو الجلايكوجيناليسيس والجلوكو نيوجينيس يبقى الانسولين رزيستنس مع البيتا سيندس فونكشن اللي اثنين بيؤدوا لحدوث طائب 2 ضيابيتس وان الانسولين رزيستنس ده مش حاجه حلو تمام؟ طبعا العيان ده احنا قلنا ان العن ده محتاج انسولين لكن العن ده بتقوح مع عبق زي ما نعرف في العلاج اول حاجه لايف ستايل موديفكيشن يزود اكسرسايز يعمل رياضه نبتدي بادوية ما فلاحش الكلام ده بندخل في الاخر بانسولين لكن الطائب 1 ده انسولين بس من الاول لان ده ما عندوش انسولين لكن ده عندو بس قليل او في رزيستنس طيب تعال نشوف بعد كده بقى المانفستيشنز بتاع الضيابيتس او بتاع العين الضيابيتس العين الضيابيتس ده يا جماعة تاهم ككلينيكال بيكتشر تاهم ثلاث حاجات تاهم العين ليه ثلاث صور طلت الحالات بيجيلك اسنتوماتي يعني بتشخصوا بالصوت فهو بيشتكيش اصلا ده هو داخل مسلا يشيل زايدة ولا يشيل مرارة فالدكتور بتاعك براحة طلب له شوية تحاليل قبل العملية او دكتور التغذير فالقنا سكره عالي هو بيشتكيش ده اسنتوماتيك ده تلت الحالات التلت التاني او الشكل التاني ان هو بيجي بالكلاسيك بريزنتيشن الكلاسيك ده اللي هو شوية بيهات تعال نقولهم تعال ونركز فيه اول حاجة بوليوريا تعال وبوليديبسيا وبوليفيجيا العين بيخش الحمام كتير هو بيجي يقولك كده يقولك يا دكتورة بيخش الحمام كتير اوي بوليوريا تعال بيخش الحمام كتير وطبعا ليه لان لما السكر بيزيد في الدم بيقع في اليورين تعال لما يقع في اليورين تعال بيصحب مع مياه الجلوكوز ده ازمول فيسحب معه مياه فالعين يخش الحمام كتير وبالتالي يشرب مياه كتير اللي هي بوليديبسيا وياكل كتير بوليفيجيا وبالرغم ان هو بياكل كتير بيخس تمام وانا عرف لها ديفرينشال بياجنوز كمان شوية زائد تم شوية بيهات كمان اولا بيبقى عنده بليرينج فيجين بيبقى عنده زغلالة في العين لان زي ما قلتلكم اعصاب الشبكية بتتأثر بسبب السكر بيبقى عنده بين وبرسيزيا عنده وجع في تنميل وجع في رجليه وفي ايديه في الاعصاب تمام ده نتيجة برضه لتأثر النيروس ديابيتيك نيوروباسي وكمان بيبقى عنده تام او بيبقى عندها بليورايتس فالفا يعني ايه بليورايتس فالفا يعني تقول لك يا دكتور انا انا باهرش في منطقة الفالفا كتير جدا وده برضه من الاعراض الخاصة بالديابيتس بيبقى فيه انفكشنز في منطقة الفالفا دي كتير قوي لما السكر يعلى في الفيميلز طبعا البيل اخيرة بريماتيور لوزنينج افتيز دي شفناها بتتلاقي سنانه بتقع وبتتلاخلخ في سن صغير وده مش طبيعي ده بنشك برضه انه هو عنده سكر يبقى انا جماعة دول السيفن بيز اللي هما الكلاسيك بريزنتيشن بتاع الديابيتس تلاتة بولي اساسيين بوليوريا بوليديبسيا بوليفيجيا مع الاربعة بيز بليرينج فيجن وبينو براسيزيا وبريورايتس فالفا وبريماتيور لوزنينج جليبتيز بريماتيور لوزنينج جليبتيز طيب الشكل الاخير ان العاني يجي لك بكمبيليكيشن اه يعني العاني يجي لك بقى هو اول تشخيصه للسكر انه هو جاي اصلا بايه بكمبيليكيشن الكمبيليكيشن دي بنقسمع لحاجتين فيüyorه بقى هو ايه نجرة الحادر ليه لأكيوت كومبيليكيشن يعني ايجي لك بغيبوبة سكر منخفض اللي هو هيبوغليسيميا يجي لك بغيبوبة سكر عالية زياد الديصلية Laseridario HHS دي ايكيوت كومبيليكيشن ايجي لك بقى اي احتشاف عضلة القلب او مستدات في الشرايين التاجية دي كلها اقيدام التاجية من الضوار وممكن تم تبقى الكرونيك يجيار يکشرين اليوم كومبيليكيشن الكرونيكيشن الكو بصفون życie و لسه نتكلم عن الكمبليكيشنز الواحدة فالكلينيكال بيجيشور بتاع الضيابيتس هو قدامه 3 صور لا يجيلك ما بيشتكيش واكتشف بالصدفة لما يسحب تحليل لاي سبب شيك اوب او داخل عمليات او ايا حاجة حاجة التانية الشكل الكلاسيك اللي هما السيفن بيز حاجة التالتة الشكل الكومبليكيتد او جايبه مضاعفات السكر ودي بنشوفها في مصر طبعا من النيجليجنز والاهمال و اهمال الناس لنفسها فبتلاقي العام جايلك من الاول بكومبليكيتد دايبيتس طيب حلوة يبعرفنا كده الكلينيكال بيجيشور بتاعت تم المريض ده موسيقى